النهاردة الزمالك يفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور 16 بكأس مصر هدف سجله أحمد سيد زيزو من راكلة جزائي في الديئة 21 وأوريك راكلة الجزائي دلوقتي وهنتكلم كتير عن هذه المواجهة اللي كان فيها الزمالك جيد ولكن كان الإسماعيلي كمان جيد جدا هدف زيزو لأنها المباراة مبكرا في الديئة 21 ضربة جزائي واضحة جدا ومستحقة جدا دون أي شك حتى لعيب نادي الإسماعيلي ما اعترضوش كثيرا على الكرة كانت واضحة وضوح الشمس ضربة جزاء فاز بها نادي الزمالك بفضل المتخصص أحمد سيد زيزو هدف من راكلة الجزاء حتى راكلات الجزاء اللي بسادتها زيزو حلوة حلوة تحس كده هو داخل عنده ثقة يعرف يوضي الحرس في حتة يحطها في حتة حتى لو الحرس راح معاها قوة الكرة وسرعة الكرة وزاوية الكرة تخليها حلوة متقلق أحمد سيد زيزو ودائما بقول إنه دون أدنى شك دون أدنى شك نحن نتحدث عن أفضل لاعب في الموسم أفضل لاعب في الموسم بين الأداء بالأهداف بالأسستات بأي حاجة تقدر تقول كده بصراحة شديدة وبوضوح شديد أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مصر عن الموسم الحالي ما ينفعش اتنين يختلفوا بصراحة يعني هتقول يعني أنت كده بتفرد رأيك الحدران مش بقول لا مش مقصدش كده أقصد إنه الأرقام بتقول إن أحمد سيد زيزو مؤثر مؤثر ليه؟ أهداف هداف أحسن الواحد بيصنع أهداف ثابت المستوى إلى حد كبير في معظم المباريات بدنيا وفنيا طول الوقت يهزوا على نصق واحد فأنت مش هتلاقي لاعب بيعمل كل ده مع بعضه غير أحمد سيد زيزو في مصر هذا الموسم ولما بقول هذا الموسم أقصد بيها إنه لو حلاك شاف اللعب الفناني الموسم اللي فات كان أحسن اللعب اللي هيجي بعد كده هيبقى أحسن قول براحتك لكن لما نتكلم على موسم فأحمد سيد زيزو ما ينفعش نختلف إنه هو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم وعن جدارة وسط حقاك بسمعي الزمالك النهاردة بشكل عام ما كانش مبهر ما كانش ممتع للغاية ولكن كان جيد فرقة وقف ع رجلها فرقة تكتكيا وفنيا وقف ع رجلها والفضل ضب طبعا دايما ليه جزفالت وفريرا الموديل الفني للفريق مش شارطة تلعب كل مبارياتك بشكل رائع وممتع بس حتى وإنت مش جيد جدا تبقى جيد على الأقال ما تنزلش تلعب كرة تبقى ثابت في المستوى تبقى ثابت في النواحي الدفاعية والهجومية تبقى عندك السبات التكتيكي في المباريات تقدر تفهم دلوقتي على طول بأي تشكيلة الزمالك هيلعب ازاي وشكله هيبعمل ازاي هتقول لي طب الفرق ما بتفهمش ده ليه هقولك عشان انت ناجح فتقدر تفرد أسلوبك على أي فريق ودي النقطة اللي هم تقولها دايما لكل الفرق والمنتخبات انت كفريق لو تكتيكيا عندك ثبات في المستوى ثبات في الشكل التكتيكي هتقدر تفرد على المنافس بتاعك حتى لو حفظك صم طريقة لعبك ده هتشوفه بقى في ليفربول هتشوفه في ريال مدريد هتشوفه ماتشستر سيدي الناس دي كلها بتلعب بنفس الطريقة في كل المباريات بس ما حدش بعرف يكسابهم وإن كان يعني ليفربول متعسر جدا يعني لتاني المباراة على التوالي بيتعادل في الدول الإنجليزي هنتكلم عن ليفربول بعد شوية الزمالك كان جيد نجي بقى على الإسماعيلي الإسماعيلي النهاردة ضيع فرص فرص خطيرة جدا وفيه كورتين في العرضة وفيه أداء مميز جدا من عبد الرحمن مجدي وإحمد مدبولي تحديدا وباقي اللاعبين عجبني أكتر بكتير زي ما بنشيد بيه المدرب الأجنبي جوزبالوفريرة لازم نشيد جدا بالكابتن حمزة الجامع المدير الفني الإسماعيلي الراجل ده أنقذ الفريق حرفيا مش بس أنقذه هو قدر يخلي الفريق يلعب كرة كويسة الفترات الأخيرة الإسماعيلي الإسماعيلي اللي كان بيصارع الهبوط بقى الإسماعيلي شوية بتاع زمان شوية لسه طبعا المشوار طويل بس شوية الأداء تحسن بقى فيه كرة ممتعة بقى فيه أداء جيد بقى فيه التزام دفاعي وهجومي جيد كل ده كان غاب عن الإسماعيلي مش للمسم ده ده من 3-4 مواسم فكرة الحمزة جمل تحية الشادة بشغل الراجل وبأداء الفني مع اللاعبين الإسماعيلي النهاردة عمل مباراة كبيرة قدام الزمالك خسر صحيح وده كان متوقع بصراحة متوقع بحسب استقرار الزمالك الفترات الماضية والإسماعيلي اللي بيحاول لسه ياخد نفسه فكان متوقع أن الزمالك يكسب بس الهزيمة للإسماء هزيمة مشرفة ما كانتش هزيمة كبيرة ولا هزيمة بأداء سيء من الإسماعيلي فتحية للإسماعيلي والجهاز الفني للإسماعيلي من اليوم مبروك لنادي الزمالك التأهل لدور الزمالك في كأس مصر ومواجهة قوية جدا تنتظر الزمالك في دور الزمالك أمام النادي المصر